طيب سريعاً لعبة كرة السرعة هي لعبة يعني فيها تفرد من المصريين هاجر أحمد رمضان حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لكرة السرعة للناشئات فردي السولو اللي أقيمت في دولة تونس الشقيقة وحققت رقم عالمي جديد صباح الخير يا هاجر وألف ألف مبروك على الميدالية الذهب صباح منه ورشو الله يبارك وحددك احكي لنا كده البطولة وكرة السرعة احنا متفوقين في مصر يعني الرياضة كمان ابتدت في مصر كرة السرعة فاحكي لنا كده ازاي ابتديت اللعبة لغاية لما وصلتي للميدالية الذهب انا ابتديت اللعبة من وقت عندي 25 سنين بس ما كنت يعني كنت بلعب كذا رياضة ابتديت ان انا اشتغل على نفسي ان انا بقى كحد professional يعني انو انا عندي 8 سنين ابتديتها بان انا كنت معدية قدام الملعب فاعجبني شكل اللعبة واللعبة فقلت اجرب ولما جربته لعبتها كمان عرفت ان هي لعبة مصرية فالموضوع ده يعني خلاني ان انا اريد ان اكمل في اللعبة دي اكتر وكنت باشوف ابطال عالم لان مصر هي متصدرة اللعبة دي فكنت باشوف ابطال عالم عندنا في النادي وفي البطولات من النوادي تانية فالموضوع ده خلاني ان انا اريد اكمل في اللعبة دي طيب يعني هاجر بالرغم من تفردنا الحقيقة في كرة السرعة وبالرغم انها بدأت في مصر لكن برضو خليق انها مش رياضة منتشرة قوي في مصر عايزة عرف منك مين شجعك ان انت تختاري الرياضة دي وليدي تحديدا وكلميني كمان على اكبر داعمين ليكي اللي شجعني ان انا اختاري الرياضة دي يعني هو مش حد لان انا كنت بالعب كذا رياضة يعني انا كان ممكن العب رياضة تانية بس انا زي ما قلت ان انا لما شفت ابطال عالم قدامي يعني الموضوع كان قدامي بس ثمان سنين كنت صغيرة برضو اه كنت اتغيرة بس ان انا بقى ابطالة عالم دي حاجة كبيرة يعني مش حاجة زي سلمة بسام وحازن ياسر وابطال كتير كنت بشوفهم قدامي في الملعب دا خلى الموضوع بالنسبالي لأ انا عايزة بقى زي دول انما في النادي عندنا الرياضات التانية مفيهاش ابطال عالم قوي ممكن يبقى ابطال جمهورية عرب مفيهاش ابطال عالم في الرياضات التانية انما كنت في السرعة بشوف البطل قدامي كده فالي هو بقى عايزة اطلع زي بس فالناس بقى اللي هي يعني شجعوني من بداية مصيرتي ان انا اكمل او ان انا اقدر ان انا اكون زيهم بطلة عالم امي وابا طبعا وطبعا مدربيني زي كابتان احمد الامير ده شجعني في بداية مصيرتي كابتان احمد صبحي مدرب الفتنس دي كلها ناس كانت هي السبب ان انا كملت او صدقت نفسي ان انا اقدر اوضل ان انا وصلت فيه الوقت طيب بطل العالم بيبقى محتاج تدريبات دايما مختلفة يعني محتاج عدد ساعات تدريب محتاج بيبقى عنده فتنس بشكل معين تفاصيل كتير يعني بيبقى امتباحها بطل العالم وخصوصا ان انت في مرحلة الناشئات فانتي كمان بتدريسي فاقول لنا انت في سنة كام وازاي وفقتي بقى ما بين التمرين وتفاصيل التمرين والدراسة انا انا فتلت السنوي السنة دي انا الموضوع بالنسبة لي صعب يعني فيه ضغط نفسي وضغط في الوقت وضغط في كل حاجة فاللي بيساعدوني ان انا اتخطى الموضوع ده هما مدربيني سواء في الملعب سواء اهلي هنا في البيت كل دول بيساعدوني انا من غيرهم ما اقدرش اوصل اللي انا اوصل طوله او ما اقدرش كمان ان انا بيبقى فيه توافق بين التمرين والدراسة يعني بس فهم بيساعدوني ان انا اعمل حاجة زي كده طبعا كابتن علي جمع مدير الفني كورت السرعة في نادي رواد بيساعدني على ان انا اجي الملعب واروح اطمار في الملعب يعني ان انا يحصل طفق بين مثلا المدرسة والتمرين فهو يساعدني على ان انا اعمل حاجة زي كده طيب هاجر ما شاء الله يعني انت حققتي رقم قياسي واكيد البطولة كانت صعبة جدا وكان فيه لعبين كمان مميزين عايزة اسألك عن اصعب مرحلة عديتي بها ان كان قبل البطولة خلال استعدادك للبطولة او خلال البطولة نفسها اصعب مرحلة عديت بيها كانت مرحلة تصفيات لان كان فيه يعني كان فيه كده اللي هو احنا عرفنا قبلها عرفنا قبلها بوقت قصير فطريت ان انا اجهز في وقت قصير برضو وكمان كان فيه مرحلة صعبة ومرحلة اللي هي قبل اللعب صحابي زمائلي في المنتخب هم الصعبين ان انا اتخطى حاجة زي كده انا لقيت حب وتشجيع مش طبيعي منهم هم شالوا توتر كتير من علي يعني انا لو كنت نازلة متوترة كنت ممكن ما اقدرش اعمل اللي انا عملته ده فانا بشكرهم على التشجيع اللي انا لقيته قبل اللعب طبعا كل التحية والتقدير اليوم قوليلي هاجر لعبة كرة السرعة مش من الالعاب الجماهيرية قوي وللأسف احنا يعني الالعاب اللي مش مصلطة عليها الضوء احيانا بيكون ناقصها حاجات فبما انك انت بطلة ومعاكي مداليا دهب ايه اللي ممكن يكون ناقص كرة السرعة في مصر الناقص كرة السرعة في مصر يعني احنا محتاجين طبعا دعمة من وزير الشباب والرياضة اا اكتر من كده الدعم في الرياضات مش متساوي اا بس اا اه وانا انا مش بطلب انه يكون متساوي انا عارف ان دي حاجة صعبة بس يبقى فيه نسبة تساوي بين الدعم في الرياضات انا بخاطر وزير الشباب والرياضة انه هو يدعمنا اكتر من كده احنا نقدر ان احنا ننشو اللعبة دي لعبة يعني هي لعبة جميلة لعبة يعني اي حد بيلعبها بيتعلق بيها على طول اي حد يتفرج عليها بيحبها فانا كنت يعني نفسي ان احنا ندعمها اكتر من كده واكيد في وزارة الشباب ودكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة سامع كلامك واحنا بندم صوتنا لصوتك بكل تأكيد الالعاب الفردية اللي بتحقق بطولات لمصر زي كورت السرعة وزي هاجر محتاجين تركيز اكتر ودعم اكتر كل التوفيق ليك يا هاجر هاجر احمد رمضان الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لكورت السرعة للناشئات الف الف مبروك